اشتركوا في القناة ومنتخب رواندا غير معروف قروين القوانين ديت لا يتم تطبيقها على الأندية فاتجهت رواندا إلى نادي أرسنان قامت بإنشاء توقيع وتعاقد على وجود حملة فيزيت رواندا على كومتشيرت فريق أرسنان إنجليزي وداخل ملعب الإمارات الحملة ديت كانت بقيمة 30 مليون دولار لمدة 3 سنين جاءت سمار علي جدا خلال الفترة ديت ويتحقق ارتفاع في الاقتصاد رواندي بقيمة 7% أي ما يقارب 200 مليون دولار و5% من السياح في إنجلترا اتجهوا في سياحتهم إلى دولة رواندا بعد نجاح الحملة اتجهت دولة رواندا للتعاقد مع نادي باريس سان جرمان في وجود فيزيت رواندا على تشيرت تدريب فريق باريس سان جرمان وداخل ملعب الأمراء في باريس الحملة ديت كانت بقيمة 8 مليون يورو سنوية الحملة لقت نجاح علي جدا ورواج علي جدا عرفت العالم بالسياحة في رواندا وعرفت العالم بدولة رواندا وده كان بسبب جملة بسيطة جدا وهي جملة فيزيت رواندا اشتركوا في القناة